موسيقى مساء الخير أعزائي المشاهدين وأهلا بحضراتكم ومساعة بس مباشر من برنامج خد بالك القانون رسم طرق محددة يجب على الأشخاص عند اللجوء للقضاء أنه يتخذها يعني طرق القضاء والتقاضي العادية وبيتم رفع الدعوة وإعلان وغيرها ونظر في الدعوة وتقديم مذكرات وممكن تحلل الخبير وللتحقيق وغيرها من الإجراءات ده ممكن ياخد وقت طويل علشان كده بيقولوا أنه فيه هناك بعض الحقوق تحتاج إلى تصرف سريع ده اللي هنتكلم عنه النهاردة وهو اللجوء للقضاء المستعجل هنعرف إمتى الشخص يحق لي أنه يلجأ للقضاء المستعجل وإيه هي اختصاصات القضاء المستعجل وهل هي أحكام أم قرارات هل لها طرق طعن زي الطرق الطعن العادية في مواعيد محددة هنتكلم تفصيليا عن موضوع القضاء المستعجل لكن اسمحونا بداية نرحب بسيادة المستشار أسامة مرتضى المحامي بالنقد والدستورية العليا برحبا حضرت أهلا بيك سيدانشان سيادة المستشار لما بنتكلم عن قضاء المستعجل يعني عايزين نعرف أغلب وأنواع القضايا اللي هي ممكن يكون الشخصي فيها يلجأ لقضاء المستعجل وما يلجأش للقضاء العادي بداية المستشار نشأة هو القضاء المستعجل المشرع شرع وجوده وقنن موجوده وأعطاله مبادئ معينة وإجراءات معينة في لجوء الأشخاص للقضاء المستعجل أهم شرط في القضاء المستعجل هو حاجتين أو شرطين مهمين جدا شرطين شرطين مهمين جدا شرط الاستعجل كويس وعدم المستشار بأصل الحق يعني لازم تكون مستعجلة وعدم المستشار بأصل الحق الشرط الاستعجل هنا إحنا كرجال القانون أو كالناس اللي مش شغلة بالقانون يعني بنفسره كذا تفسير يعني لو كذا تفسير أو لو كذا معنى أو لو كذا حالة يوجوز القياس عليها في حالات أخرى كالتنشأ بعد كده مع تطور المجتمع أو يعني ملوش يعني ممكن تبقى مستعجلة الأيام دي ومش مستعجلة في الأوقات تانية وده بيأخذنا لأن في حاجات أعضائية بتنشأ أمام القضاء المستعجل وأصنع نظر الدعوة للقضاء المستعجل بتنتهي حالة الاستعجل فالقضاء المستعجل بيقضي بعدم الاقتصاد فيها طب مين اللي يقيم يا فاندم؟ أقيم الجزائيل الأولينية بالنسبة لشرط الاستعجل أو وجود خطر ظاهم كويس؟ وجود خطر ظاهم من ضمن حاجات من ضمن حالات الاستعجال كمعا؟ أو سماع شاهد من ضمن حاجات الاستعجال دي اللي هي الحالات اللي حضرتك بتتكلم عليها الحالات بل بتتكلم عليها حضرتك دي اللي هي مثلا إيه إثبات الحالة بثبت حالة أو وقع معينة قد تصل إلى القضاء في وقت مستقبلي فالنهاردة خوفاً وخشيةاً من ضيوع معالمها زي الحالة بل لجأ للقضاء المستعجل بطلب المعينة أو بطلب إثبات الحالة والقاضي بينتذب خبير بدون حلف يمين ولون يثبت الحالة اللي نطلبها بالإيجاب أو بالسلب ممكن يكون لها حق فيها أو ممكن ما يكونش حق بدون التعرض لأصل الحق في حالات تانية مثلا زي دعوة 17 شاهد يعني مثلا أنا عندي شاهد قد تكون شاهد دي مفيدة في نزاع قضائي مستقبلي أمام القضاء الموضوعي الشاهد دوت ممكن يكون مريض مرض موت ممكن يكون مريض مرض مستحصة ممكن يموت في إيه لحظة ممكن يكون بيهاجر وهيمشوا ممكن يسافر أي حالة من الحالات اللي هي بتتوفر شرط الاستعجال وإن أنا لازم أسمع شاهدته حالا توقيا لأي حالة جاءتها ممكن تحصله أو تشوفه بهذا الرجل فبرفع دعوة فما عشاهد مستعجلة والقضاء المستعجل لازم ويجب عليه أنه هو يتحقق ويتيقد من ثبوت حالة اللي استعجال طمام؟ ودون المساز بأصل حق في كل الأحوال يعني عدم المساز بأصل حق يعني عاوزة تفسير أكتر ناخده لأستاذ سهير ونرجع للفقر أستاذ سهير مساء الخير مساء المور اتفضل يا فن حضر سيد مستشار اخده موري أقول الشكوى يعني؟ اتفضل يا فن جدي كترك كتعة أرض في المانيا وبيت في سكان وليه حصه على الشيوات وراح ابن خالتي اشترى من جميع الورثة بثمن بحث ريوزكر وبعد كده راح مسك والدتي بتوفية لها 31 سنة أيها فن وبعد كده راح مسك حصتي في البيت في البيتين وهو بيتين جاب بعضين في المانيا راح باع الحصة بتاعتي باعها باسم امراته باعها بدونه لجوليكي باع حصتي باسم امراته وسجله الحل ايه؟ رفاق دعوة بطلان ما عملتش حاجة خالص لا 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 حضرتك رفاق دعوة بطلان بيع ويختصم فيها الشهر العقاري لعدم الاعتداد بالعقد المسجل يثبتي ملكيتك بقول له حضرتك حاجة انا ما عنديش ورق الورق كله معاه كل اللي معايا صورة اعلان وراسة انا واخواتي يعني ما عاكيش ورق يثبت الملكية ما عنديش ما يثبت الملكية ولا ضرائب عقارية ولا ولا اي حاجة كشف مشتملات طب كشف المشتملات موجود في الكلام ده؟ نعم كشف المشتملات اللي هو موجود في الضرائب العقارية فيه بيان بالمالك او الملك الاجيب كشف مشتملات في الضرائب العقارية استمع؟ بتقول ليها سيد سيد؟ بسم امراته ما الحل والديتي الميتة اللي هي 31 سنة طب سيدة مستشار بيقول لحضرتك ما فيش اي اوراق تثبت مثلا جمعية زراعية او غيره او اي مثلا ما عنديش اي حاجة بحضرتك ارفع عليه دعوة كله لاندي حطورة اعلان وراسة ارفع عليه دعوة الزام بتقديم قصة مستندات الملكية يعني هي المفروض ترفع دعوة نوعية الدعوة ايه فن؟ الزام بتقديم مستندات الملكية علشان ان هو متحفز على الاوراق دي عشقها بتاع العقار والارض او ممكن جنحة عدم تسليم حصة وارث او اخفاء اوراق الاول لازم ترفع عشان يبانقي الوراق اللي عنده وإن اللي مش عنده لو اخفى يبقى نرفع الجنحة بس هي بحالتها دية تنتظرش ترفع الجنحة اللي هي معدلة بالقانون الجديد من سنتين الا لما توصل للمحاضي انها ترفع دعوة الزام الاول بتقديم الاوراق كخطوة اولة يعني اه تمام عشان طيب تتزبط حقا تمام الاستاذ سمير مساء الخير افن اي افن اتفضل يا سؤال سمير سؤال حضرتك سؤال حضرتك منفضلك انا عندي عقار اه وفي شقة مستقجرة من سنة 71 ايه فن الشقة مستقجرة ترزي سيدات ايه فن ترزي سيدات ترزي سيدات اه الشقة مستقجرة ترزي سيدات اه اه الوارد اللي هو المستقجر توفى سنة 1908 المستقجر المستقجر اه توفى 2008 اه جي ابنه مارس المهنة اللي هي الترزي ومازالة يعمل حتى الان نفس المهنة نعم فانو نفس المهنة نفس المهنة اه جت اخته اخذت جزء من الشقة وعمرتها سكن جدبت عفشها وعمرتها كسكن اه دي عاكي انهم قاسموا الشقة نصين نص كذرزي ونص كسكن اه فهل الالب ايدي حاجة عاملها اه طبعا اه براحة ديتك تعمل محظر اثبيت حالة بوقعت وجودها في الشقة وانها سكن كويس ايوه ترفع دعوة طارد عليهم هما الاتنين للاخلال بننظر عقد وتغيير اه تغيير النشاط اللي مواخدين بالشقة وحولوه من تجير السكني وجاب حد تاني يقعد فيها بدون اذن للملك لأنه اخته ما يمتدلاش عادل ايجار عادل ايجار في الحالة بتاع التجاري يمتد للابن الرجل زي ما انت قلت كده اللي بيمارس نفس المهنة بتاع والده واذا كان قفل النشاط ولو قفل النشاط او قفل المحاجر مهمة قفل ناسي بقاله سنة ولا حاجة لا قفل النشاط ده استمره في المهنة زي ما انت بتقول كده من 2008 لغاية سنة مثلا سابقا أيوه من ساعة الوفاة اتمدلوا خلاص العاد اتمدلوا العاد لكن كون أخته تيجي هي أولاً ما لاش حقه لانتداد نمرة واحد ثانياً ده من شقة سكنية تمام ده شقة تجارية فبتعمل محظر إثبات حالة بالوضع دوت وبتثبت إن هم حولوا الشقة من تجاري إلى سكني بدون إذن المالك كويس وبترفع دعوة ترضى عليهم شكراً أستاذ سامين الأستاذ عفت أيوة إفندي حضرتك إحنا عاديين في شقة إيجار قديم من نهاية 66 عائد الإيجار مكتوب باسم أخي الكبير لأنه أقبل إخواتي فهو العائد باسم هو وأنا أخوه أعتبر مستجر أصيل يعني بعد طوط العمر ليا هل فيه إمكانية أمد لأولادي مثلاً لأعتمد لأولادي الإيجار طيب خلينا بس إيه أسألك سؤال حضرتك ساعة ما هو جي أجر أعدين مع بعض إحنا من بداية الإيجار وإنت أعد معاه من 66 يعني حضرتك من بداية عائد الإيجار وإحنا أعدين معاه وأنت أعد معاه إذا حضرتك عشان تدي حق لانتداد القانوني لوراستك لازم تثبت حقك أن أنت مستأجر أصلي الأول جاي ترفع دعوة ثبوت علاقة إيجارية وتقول فيها أن أنت موقيم معاه منذ منذ بداية عائد الإيجار كويس وإن أنت كتبت عائد الإيجار بإسمه عشان هو الكبير نظرا للمنع الأدب والمنع الأدبي أن أنت تكتب إسمك في عائد الإيجار لو خدت اللي هي المساكنة دي المساكنة تمام؟ أنا مش هذبوله له بس عشان إيه أبدلو بالعمية آه اللي هي العملية يعني الحاجة بها مشاكنة؟ آه دي حاجة اسمها المساكنة في القانون دعوة دعوة مشاكنة؟ منذ هو الذي كان مقيم مع المستأجر الأصلي منذ بداية عائد الإيجار يعتبر مستأجر أصلي ما أنا ما أصدى مستأجر أصلي بس لازم أرفع دعوة؟ لازم تثبت حقيقك بدعوة حكم قضائي لازم حكم قضائي يعني؟ آه لولادك الامتداد القانوني وبعدين انت بس عشان يعني أنا آسف ما تورصش لولاد الدعوة يعني هما ممكن بعد طول 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 لك ان هما يرفعوا دعوة بامتداد عهد جار ويستخدموا حقك انت كويس لانهم هم تقلهم كخلف خاص كويس ويعملوا دعوة بس انت الاحسن تتعملها في أسلاح حياتك يعني لازم اعمل دعوة اثبات ان انا مستاجر اصيل الاول بتقضع لمبدأ قانوني اسم المثاكنة شكرا استاذ عفر الاستاذة نيرمين اتفضلي فان ايوة اتفضلي فان اتفضلي سؤال حضرتك انا كان اشتريت حتة ارض من سنة 2016 ايوة فرصة بيحة كانت السنة اللي فاتت 2020 فالمشتري كان طالب مني اللي هو صور الورق صورة يعني فعشان يعاينها ويشوفها ايه اخبارها في مجلس المدينة راح مجلس المدينة قال لأ ده في توكيلين نقصين مش موجودين معايا ايه انا اهony؟ ايه افلي ايه افني ايه افنا انقص ايف ايه افني ايه حسنة يعاين ايهscale ايه Voz حضرتك اشتريتي بتوكيل؟ اشتريت بتوكيل؟ أستاذة نرمين حضرتك بتقولي في توكيلين نقصين في تسلسل التوكيلات حضرتك اشتريتي بتوكيل ولا اشتريتي بعقدة أصلي؟ بعقد مش بتوكيل أستاذة نرمين الصوت بعد شوية ممكن نقب في حتة فيها شبكة كويس؟ تمام حاضر اتفضلي كده كويس؟ اتفضلي حضرتك بتقولي مجلس المدينة قالوا في توكيلين نقصين اه ومش معايا التوكيلين دولة انا التوكيلين دولة مصدرهم ايه يا فندم؟ يعني هل حضرتك اشتريتي بتوكيل؟ لا ما اشترتوش انا هم اللي قولي فيه يعني حتة الارض دي الابعاء الاثنين فيه توكيلين يعني نقصين مش عندي انا الورق الاصلي ده بتاعهم واللي بعلك موجود؟ اللي بايا اللي بعلك انت موجود؟ اه موجود هو طيب ما تسأليه تصلي بيوه تسأليه ما انا كنت رابع مشتري اللي التوكيلين دولة هي كانت رابع مشتري اه مش منه طيب اللي انت اشتريتي منه مم ما تسأليه على الورق ده ممكن يكون معاه لا مش معاه قال لي ده مع اللي هو صاحب الارض اللي هو خدها من مجلس المدينة وصدت اقصارها وكده قال لي ده هو هو بيقول لي كلام انا معرفش المحقيقة فين هو بيقول لي ايوه ده هو بحها لأخته واخته بحها بعيدها لجوزة وعملوا انغاء التوكيل من ظهر التوكيل بس ما فيش اي حاجة في التوكيلين دولة مش معاي خالص الورق الاصلي بتاعها هم موجودين صورة في المجلس المدينة بس انا مش معاي لوم موجود من هون صور في المجلس المدينة موجودين صور من هونه في المجلس مدينة اه موجودين الصور بتاع 90 في مجلس المدينة طيب كويس ارفع دعوة صحة ونفاذ او اللي انتهت بق Doyل ويرفع دعوة صحة ونفاذ ويختصر مجلس المدينة يقدم ملف الارض اللي فيه من التوكوت legislature دي 사ه لوضع يطحه إزاي يعني أنه هو يجب لي التوكيلات يا أستاذة نرميل مسيطة مصر شار بيقولك بمجرد ما أنت حترفعه الدعوة وتختصمه مجلس المدينة المحامي بتاع مجلس المدينة مجبر أنه يطلع الورق اللي عنده هو صور عنده مش الأصل نعم فن هو عند مدرس المدينة صورة هاته الصورة دي تروح الشهر العقاري كويس طلع منها مستخرج الساذة نرميل معنا دي مش هاد يطلح هنة اللي اي يا فنة مش هو اللي معاه التوكيلات مش هاد يده هنة مين اللي معاه الأصل التوكيلات يا فنة اللي هو اللي اشترى أول واحد اللي اشترى أول واحد آه طب حضرتك لو أنت حضرتك تسجلي أو اللي أنت هتبعيه ويسجل ارفعه دعوة صحة ونفاذ ارفع دعوة صحة ونفاذ آه مش صحة توقيع صحة ونفاذ واختصم المجلس المدينة ومجلس المدينة هيجيب الملف ويقول آه موجود عندي البيع دوت والتوكيلات دي موجودة عندي شكرا أستاذا نرمين آه معنا تليفون تاني فندم الأستاذة فايزة تفضلي فندم أيوة مساء الخير يا سيد ناشاك مساء الخير يا فندم ممكن أكلم سيدة المستشعر؟ معاك يا فندم ربنا يسليك دلوقتي احنا كنا مشتريين العقار دا من 2005 فجلنا في 2013 تنكيس للعقار فاحنا لا أستاذنك أستاذا فايزة نعلي صوتنا شوية بعد اذنك حاضر حاضر كده حالف؟ آه حضرتك اشتريتي عقار في 2005 آه وبعدين جلنا أمر التنكيس ليه في 2013 فاحنا ما نكسناش تبع الحي اتنكيس بعديها ب2018 آه واخد بالفئتك وبعدين آه جلنا أمر ايه؟ آه فندم جلنا أمر من 2014 لغاية 2018 آه لغاية 21 شهر أرباع اللي فات جت لنا الغرامة احنا كنا نكسنا بقى في 2018 فجت لنا غرامة ليه وما كانوش أنظرونا ولا بعثونا في المسافة دي كلها ولا حاجة خالص فروحنا للمحامي في شهر أرباع لما جلنا الإنذار فالمحامي كل ما تكلمه الغاتي الآن يقول لي انت بتتكلمي في مبلغ كبير آه يا مدام علشان جايالك الغرامة وكل ما قوله طبعا ما قلت ايه؟ مش بيجيني اي رد ولا اي حل خالص فانا دلوقتي محتارة اعمل ايه يا ستة المستشار؟ بص حضرتك الغرامة دي جاية على حكم قضائي تمام؟ آه والحكم القضائي دوت بتعملي حضرتك فيه معارضة وبتقدمي الورق اللي يفيد ان انت عملت التنكيس سنة 2018 الغرامة المقررة هنا من سنة 2013 من 2014 لغاية 2021 المحكمة هتعدل الحكم بتاعها وتشيل المدة من 2018 ل 2021 باعتبار ان انت نفستي قرار التنكيس او عملت التنكيس لكن هتعمل لك غرامة على المدة اللي هي من 2013 كويس او 2014 لغاية 2018 والحكم ده لو صادر 2021 شوفي تاريخه كام لانه ممكن المدة دي تخضع للتقادم بمرور 3 سنوات من حدوث الفعل طيب المحامي حضرتك مش معرف لأي حاجة شوفي حضرتك مع احترامي للزميل شوفي حضرتك اي زميل تاني طيب ينفع اضر منه اضحب الملف ولا ما ينفعش انت حرة اي ينفع طبعا ينفع علشان هو مش مريحنا خالص يسبت المستشار وانا الان وكل ما اروحه واكلمه يقول لي لأ انت بتتكلم في مليون جنيه مدام تمام شكرا استاذة فايزة يعني ايه هي الاجراءات برضو علشان نوضح للناس اللي هو انه ممكن انا مش مرتاح مع محامي اني اسحب القضية منه العلاقة بساك ازاك العلاقة بين المحامي وبين الموكل في اساسها يعلاقة اي معلاء الثقة والاحترام المتبادل بين الترافين تأكيد واذا لم توجد الثقة او الاحترام المتبادل بين الترافين مش ينقفية عمل وبالتالي يعني كلامي للناس العاديين وكلامي للزملاء خلي علاقاتكم ببعض علاقة ااا اا 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 احترام وتبدل كويس حتى لو سحب توكيله وسحب شغله من عندك فيخرج من مكتبك يعني ايه بيحتربك أكيد وانت تبقى انت في نظره محل احترام عشان لو تقابلتوا بعد كده في اي مكان عام ولا خاص او 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 كويس ده اللي هيبقى فاضل بين كنتم الاتنيين وانا وبرضو لو جيه طلب ورقه وانت حسيت ان انت كنت مقصر معك زميل محامي اعتزله وديله الورق بتاعه بكل سؤولة نفترض المحامي رفض يا فندم ايه الموقف يعني هل انا بأنزله مثلا بأنزله مثلا اه فيه النقاب ولا بعمل مثلا مهر إلغاء الوكالة فيه إلغاء الوكالة اه وفيه ان انا بلجأ للمقابلة وعنده ورق ومستلنزات او خطأ خطأ اه او جسيم اضر بي اه فيه فيه اخطاء ممكن يعني بسببه الخبرة وفيه اخطاء لا يجوز التغاضي علي بس في الاخر هالعلاقة يعني المفروض يسودها الحاكتين دول الاحترام والثقة سيدة مستشار عودة لموضوعنا اللي هو الخاص بالقدار المستعجل حضرتك قلت لازم توافر شرطين اللي هو صفة الاستعجال وعدم النظر وعدم المساس بأصل الحق هنتكلم تفصيليا في عدم المساس بأصل الحق بعد الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل وأنا اتواصل مع حضرتك سيدة مستشار يعني عايزين توضيح أكتر إيه المقصود بعدم المساس بأصل الحق يعني طب هو القضي بيفصل في إيه وإيه لما يتعرض عليه الموضوع بيعمل إيه اللي بيتعرض عليه النزاع ها الخاصة دي مستعجل أصل الحق أو النزاع أو الدعوة الموضوعية اللي بتناقش مستندات كل واحد بيقدم مستنداته لا بيناقش مضمون المستندات أو طعم بالتزوير أو إثبات ملكية أو الحاجات دي كلها دي يعتبر أصل حق أو النزاع موضوعي كمان لكن إذا كان مثلا يعني أجب هالك إزاي طب أديك مثال مثال بسيط جدا واحد عاد في شقة واحد عاد في شقة وصاحب البيت عايز يمشي عايز يترضه إذا كان قاعد بدون سند مفيش في إيديه سند خالص العقد إيجار ولا أي حاجة ده بيخضع للقضاء المستعجل يخضع للقضاء المستعجل لأن الطرد بتاعه طرد للغصب لأنه مش مفيش في إيديه مش قانوني وجوده بالمرة مش قانوني وجوده بالمرة لكن لو مستقل لو واحد عاد في شقة ومعاه سند عاد إيجار سواء صح أو غلط هيتعن علي بالتزوير انتهت مدته الامتداد القانوني للعاد الإيجار ما امتدلوش كل الحاجة في نقاش في المواضيع كل الحاجات دي بس في إيديه سند كل الحاجات دي يخضع للقضاء الموضوعي يعني الغصب في حالة رفع الدعوة إذا كان مش معاه أي مستند خالص يبقى المالك من حقه يلجأ للقضاء المستعجل لأن ده حقه لكن لو معاه عقد معاه إيصالات في نزاع في نزاع ده يتزاع موضوعي بخصوص عقود الإيجار يجوز اللي جولة قضاء المستعجل حتى مع وجود العقد في حالة واحدة بس إذا تم النص في عقد الإيجار على اختصاص القضاء المستعجل لعدم سدادة الإجرى أو انتهاء عقد الإيجار ممكن نضيف البندي ده في عقد الإيجار المؤجر ممكن يضيفه في حالتين إذا انتهاء عقد الإيجار وما يضيش يخرج أو عدم سدادة كمه الإجارية تمام إذا اتنص في العقد على اختصاص القضاء المستعجل على الحاجتين دول يجوز اللي يقول قضاء المستعجل طب مساء زينك في الأستاذ نبيل مساء الخير مساء الخير أستاذ ناشا التحيات الحضرتك ومساءات المستشار أهلا بحضرتك السؤال عندي إحنا وقرصة أقار عن والدي فعندي ساكن في إحدى الشقق فقام بإزالة حائط وشرخ عمود شال حائط حوالي 3 متر وعمل تعديلات في الشقة وبعدين نتك عنه إن فيه عمود كده يعني فتح شرخ وده وزاء الإشاني من الحيط أو بتاع عنده فلعايز أعرف دلوقتي إحنا عايزين نفسنا من إن كان البيت يكون مهدد لنيار أو حاجة فعايز أعرف الإجراءات القانونية اللي هي تتخذ ضد هذا العمل اللي حصل بلغت الحي بلغت الحي أنا لسه أنت عايز تطرده من العين للإخلال والضرر للأصاب العقار إيبقى أنت إيبقى أنت كده بتبلغ الحي وبتعمل المحضر لذبط حالة وبمعينة الحي للعقار وتقرير فني يقول إن العمود اللي القسر ده سبب ضرر للعقار فإنت من حقق ترفع دعوة طرد له ودي بتبقى مستعجلة ولا قضاء عادي لا قضاء موضوعي موضوعي يعني بتاخد وقت يعني بتاخد وقت لأن ممكن القضي ينتظر بقبير أندس ده اللي احنا منتكلم عليه إن دي دي كده أصل حق فلازم القضي يتعرض له شكرا أستاذ النبي شكرا سيدة مستشار إيه الموقف لو كان مثلا قضية معروضة قدام المحكمة وظهرت حالة ضرورية للجوء اتخاذ إجراء سريع هل ممكن وهي القضية شغالة ألجى للقضاء المستعجم طيب أولاد يجوز يجوز آه يجوز بس خلينا نبدأها قبل أول خلينا نبدأها قبل الرفع الدعوة تمام وفي دعوة معينة يجوز النقطة الحالة بكاليفة دي مهم جدا في ناس كتير غاية بعدنهم الموضوع ضوت أو ما بيعملش به إذا كان أنا عندي دعوة موضوعية هتترفع أمام الخضاء الموضوعي وفي والدعوة دي هتتاخد وقت تمام وخبير ومستندات وتحقيق وغيره وتحقيق وغيره والكلام ده كله وفي خطر داهم موجود يخص فرد نفسه فرد نفسه القانون قال إيه القانون قال إن يجوز للمدعي اللي بيرفع الدعوة يتضمن جوا صحفة الدعوة بتاعته أو أثناء نظر الدعوة طلب من القاضي الموضوع اللي بينظر الدعوة إنه يتحول لقاضي أمور وقتية للنزاع الدعوة عنده ويصدر القرار مستعجل في الأمر ده في الأمر ده وبعدين وهو بينظر في الدعوة أصلا وهو بينظر في الدعوة أصلا بدل مشتت الخضاء وروح أرفع أرفع دعوة مستعجلة لما كده مستعجلة حان ذات النزاع اللي منظره قدام القاضي أو لسه اللي تنظره قدام القاضي كويس لا بيد القاضي الموضوع الحق إنه يحول نفسه فهزي الحالة من قاضي موضوع بينظر الموضوع ككل إلى قاضي أمور وقتية يستصدر من عنده المدعي أو طالب الحق قرار وقتي لأنه كده كده أحكام القاضي المستعجلة أو الأمور الوقتية كلها حاجات وقتية إلى أن يفصل في أصل حق يعني متهيري دي بتحصل كتير مثلا في أضايا النفاقات يا فاني أضايا النفاقات أضايا نفاق حق للزوجة وها بترفع نفاقة زوجية أو نفاق الأولاد إنها تطلب من القاضي في أول جلسة سواء في محضر الجلسة أو في عرضة الدعوة يجوز في الحالتين يعني ممكن ممكن ترفع الدعوة الدفعة بس ما تضمنش الطلب فرض نفاقة مؤقتة ممكن أطلبها من أول جلسة في محضر الجلسة بفرض نفاقة مؤقتة لحين الفصل في ضع دعوة دي هي الجزء الاستعجال مع النظر في أصل الموضوع وده عنصر الاستعجال عشان الأولاد ومعاشيتهم ده خطر ظاهم على أولاده أو على زوجة دنوات الشارع أو الكلام ده كله ناخده لستاذ أيمن بقاله فترة بنعتذر لستاذ أيمن على التأخير لا ما فيش حاجة ومسائل خير لحضراتكم من تلك ملا أعلم حضرتك أعلم حضرتك حضرتك أنا رفع قضية يعني رفع قضية طلاف والقدرائية عملاي الشهادة اللي هي تغييب الملا وقالي اللي روح طلق وتعالع هو سؤالي هنا إن أنا مختلف نعم محامي قدمها عمل قضية مرتين وترفض القاضي يقول صعب ومش عارف إيه ومخلصهاش سؤالي هنا إنه هو مش عايز يديني الورق بتاعي وأنا الشهادة دي مهمة لأن القضرائية اللي عم نهاري مشاعرة فأطلع خيرها فأنا عايز أخد الورق عشان أرفع في جهة ثانية مختلف معاه في النقطة دي حاضرة فحضرتك إيه لعمل دلوقتي الورقة دي ما تقدمتش في المحكمة؟ اللي هي شهادة تغيير الملا لا طبعا هو قدمها قدمها هو يرفع قضية لا أقدمها ورجع سحبها؟ بقى أنا مش عارف أي حاجة حضرتك معاه أنا من قوة رفضت مرتين تمام شكرا أستاذ أيمان إيه الموقف هنا في حالة إذا كانت الورقة دي موجودة في المحكمة؟ وإيه الموقف لو كان المحامي سحبها؟ يعمل إيه لأستاذ أيمان في الموقف؟ إذا كانت موجودة في المحكمة فمن حقه معا بيانات الأضياء ورقامها يروح يسحب إذا كانت هو اللي مقدمها نفترض المحامي اللي مقدمها هل أنا كشخص صاحب مصلحة من حق أن أروح المحكمة أسحب؟ ولا يقولي لازم عن طريق محامي؟ لا أنت الأصيل الشخص هو الأصيل طب أنا أروح ليه بنقولي الأصيل والوكيل؟ طب سيادة المستشار برضو عشان نبسط عن الناس أنا دلوقتي مختلف مع المحامي والمحامي حط الورقة في المحكمة وأنا عاوز أسحب الورقة دي هل يعني أروح كده للقاضي في وقت الجلسة؟ لا 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 إيه الإجراء يعني؟ بس أقصح حضرتك الزكاة القاضية بتحكم فيها تحكم فيها والحكم فيها أصبح نهائي فيجوز لمن قدم مستندات في الدعوة بإسمه في حافظة تحمل إسمه إنه يسحب هذه المستندات إيه الإجراء يعمل إيه؟ إذا كنت حكم فيها خلاص يروح للحفظ ويعيد عن الجلسات والقاضي أه أه بابا لك حكم نهائي حكم نهائي يروح الحفظ يقدم طلب يقدم طلب صحب المستندات وبإسمه وبالبطاقة بتاعته وبالبطاقة بتاعته كمام مش محزن حاجة تأجي طب ناخد المرحلة اللي قبل صدور الحكم النهائي وهي منظورة أمام المحكمة؟ لا هو ولا المحامي يسطيع السحب إلا بإذن القاضي لازم بإذن القاضي آه طيب نفترض معلش نضع افتراضات إنه المحامي ما سلمش الورقة دية وبسلمش الورقة أه طيب المحامي بعد ما يقدمها للمحكمة وبيجي استلمها فبيمضي على وش حافظة المستندات إنه هو استلمها يمضي على وش حافظة المستندات إنه هو استلم أصل المستند المقدم كويس فلا ممكن اروح اخد صورة رسمية من وش حفظة المستندات اللي ماضي عليه المحامي ان هو استلم قص المستند واعمل له انظار باسترداده اه لان انا معايا دليل انه في ايده صحيح ان انا سلمت هو هو استلمه من المحكمة وماضي عليه ان هو استلمه انا معايا دليل انه هو معايا في ايده انه هو فعلا استلم من المحكمة اه طيب الاساز رجائي اتفاضل الفن اه روح مسار خير مسار خير معاك سيد المستشار الفن طيب حضرتك انا كنت يعني كنت النوع اشتري شقة اه فطلبت من اللي يبيع للشقة الاوراق مثلا نصوص العقد اللي معاه اه فعطاني عقد مكتوفي عبارة عن هو ايه تخصصه شقة في اتحاد ملاك واللي ماضي معاه في البيع له يعني مأمور اتحاد الملاك اه فوقضيت الولد المحامي قال لي لا ده معبار عن مش حقد ده هو يعني ما يثبتش الملكية هل ده يثبت الملكية اتحاد الملاك وهو بيعلو معمور اتحاد الملاك ومش فاهم حضرتك ايه اتحاد ملاك انا يعني ده طيب بص حضرتك اتحاد الملاك اولا ده اتلغى من زمان نعم اتلغى من زمان اه اه بس ممكن يكون اتحاد الملاك اللي انت بتكلم عن ده منشأ قبل تعديل القانون من اتحاد الملاك لاتحاد شغلية يعني تقريبا ليه حوالي مثلا 30 سنة او 35 سنة هكمل لك اهو هتفضل هكمل لك اهو زمان كان ممكن خمس ستة افراد يجمعوا اه ويساهموا مع بعض بمبلغ مالي اه ويشتروا ارضه ويبنوها اه وهم دول الاتحاد الملاك كويس استاذ رجائي معنا ايوة معنا مع حضرتك فانت انت الصح بتاعك الجأ للملف الاتحاد الملاك اللي موجود في الحي الحي اه انت عارف اهو كويس اه ويشوف الملف في جوه الملاك اللي هما بدأوا الانشاء ايوة مين الملاك ودافعين كام والعقد اللي هما كتبينه مع بعض في انشاء الاتحاد هتلاقي كتبيني الكلام اللي انا بقولك عليه دا كله اه تمام ومفوضون له بالكلام دا والعادل دا مشهر في الشهر العقاري ومدع في الحي يبقى البيع سليم تمام تمام طب حضرتك هو مكتوب تخصص له شقة ما هو اهو ما هو بيبقى تخصيص نعم ما هي بتبقى تخصيص اه ما هو احنا منتفق على شرق ارض اه وبنى عقارة عشرة شقة ويتم تخصيص تشقة لكل واحد فينا احنا العشرة مش بيع قل لي بقى لك انها مش بيع يعني ما بتكتبش بيع لانها مش بيع متفاع في فلوس بين طرفين دا تخصيص دا احنا جمعية تمام يعني احنا جمعية وخصصنا فيما بيننا ملكيتنا كلها المشتركة لكل واحد فينا حق بفرز تمام شكرا استاذ رجال الاستاذ نازيه اتفضل ايفن اهلو اتفضل الاستاذ نازيه اهلو اتفضل اتفضل انا اتني نازيه جرجس اهلو موضوع بتاعي والله انا ليا اخ اصغر مني سافر النمسا من حوالي 35 سنة اه واخد الجنسية النمساوية وقعد هناك معهش لجواز صفر مصري ولا بطاقة رقم قومه ولا اي حاجة ليا والدي توصى وما عملنا اعلان الوراثة كتبنا اسمه فيه وهو مش قادر يبعثينا اي توكيل او اي حاجة علشان نقدر نتصرف في اي حاجة من الممتلكات بتاع اتوال دي والذات كمان انه من سنتين ليه اخ برضو اكبر مني توفى وعنده اولاد بنات فلما عملوا اعلان الوراثة برضو كتبين اسم اخويا اللي في النمسا دوت في اعلان الوراثة ومش عارفين نتصرف نعمل فيه اي او نشيل اسم من اعلان الوراثة ده ازاي طب خلينا بس ايه ممكن نسألك سؤالين اتفرض هو تنازل عن الجنسية المصرية ايوا يا فندم مع الموشس الجنسية المصرية مع الموشس الجنسية المتنازل عنها ومع الجنسية النمساوية ده من المدة كبيرة قوي من حوالي 35 سنة واناك في النمسا يعني هو الجنسية بتاعته دلوقتي نمساوي مش مصري من متنساوي ايه معي صورة من البذكور بتاعه تمام ايه يروحي هيعملت وكالة اناه ا انا يروحي عمل وكالة هو يروحي يعملك وكالة هناك مش لا مش احنا مش عارفين حتى إذا غيرم احترامي انا مش عارفين نتصل به او انت مش عارفين نتصل به مفياش تواصل يا استاذ نزيل وین أيها مافياش تواصل معاه لا مفياش تواصل معاه طيب اه انا افتكرت انتو على تواصل معاه مش عارفين نواصل كان في تواصل من مدة وبعدين دلوقتي حاليا انتصال اتقطع وهو خد شقة وصد المدان بتاعته وراح اقعد في حتة الوحيدية لمن حصل انتصال بينه وبينها فمش عارفين نوصله هو كمان مش عارفين نواصل حضرتك في اي صفسار تاني يا سيد نزيل؟ نعم في اي صفسار اخر؟ لا هو بس ودا شكرا شكرا لحضرتك فضل فان هو هيروح لمبنى مظلوط الخارجية يقدم طلب كويس ويشرح فيه ان هو عايز يتواصل مع اخوه اللي باخد الجنسية النسائية بقى له فترة وهو يعتبر النساء الجنسية اجنبي تمام؟ هي الخارجية هنا بتخاطب الصفارة بتاعتها هناك بالبحث عنه ودا اساسه كان مصري واخواته هنا وما عايزين يعرفوا طريقه او حاجة زي كده وبي هاخد وقت شوية بس الخارجية هتوجد عليه تمام، بس سهلة جدا أستاذ أمير اتفضل فان أيها سيادة المستشار أهلا بي أنا أمير من عزبة الناخ أهلا بي الست بتاعتي أبوها كتب لها بيت في المينيا من سنة 2000 وكتب لها ومسجلها وعمل لها صحة توقيع أخوها مازال لغاية النهاردة عمال يشاكي فينا كل من روح البيت يروح يعمل لنا محضر كسروا البيت ودخلوا البيت وروحنا النيابة النيابة بهدلت وقالت له ممنوع تعدي في الشارع ده أبوك بايع وماضي وفيه شهود على العقل مش مقتنع بالموضوع ده وجيت أنا وروحة الشهر اللي فات فتحت البيت وقعدت أسبوع رأى عمال لي محضر وروحنا النيابة قلت لهم ده بيت مراتي وأنا معايا المفاتيح ومعايا صورة العقل ورأت وكلي نيابة صورة العقل قال له ده بيته بيت مراته وبيته قال له لاي ورس فيه قال له ما لكش ورس اس بتحق روح حرفة عضية نعم لو لك حق فيه روح حرفة عضية قال له موضوع ده رافع عضية من بينه وبينه أنا مقدم الورق صورة العقل اللي واخدها مراتي والصورة العقل بس مديه علي أن أنا بقسر البيت وكلي نيابة قال له ده بيته بيت مراته هو بيته طب إيه المشكلة يا فنم يعني دلوقتي أنت مع حضرتك العقد ومعاك سند الملكية إيه المشكلة؟ المشكلة أنه هو اللي هو التعرض فقط يعني؟ أه بيتعرض لي وكل ما روح البيت يعمل لي محضر تمام طيب بص حضرتك اتفتر أنت قدمينك طريقين؟ أه أولا المحضر اللي تعاملت قبل كده للمدام وتعملت لك ممكن تاخدوها وترفعوا عليه قضية تعويض وترفعوا عليه قضية من يتعرض أيوة تمام؟ أه هو واضح دي أنتما ترفعوا عليه قضية تعويض عن اللي هو عمله معاك وقبل كده أه وهيتجو عليه بالفلوس وهيتفع لك فلوس هيلمي نفسه طيب شكرا تمام؟ ودعوها منع تعرض طيب شكرا أستاذ أمير سيدة مستشار إذا لنا نطلع لفاصل وبعض الفاصل نسأل حدك الموقف الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل هل بتخضع لها طرق طعن وموعيد طعن؟ ده لنعرفه بعض الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل ونتواصل مع قضاءاتكم سيدة مستشار يعني بالنسبة للأحكام العادية معروف أنه ديها طرق طعن وموعيد طعن بالنسبة للأحكام المستعجلة هل لها نفس الموعيد؟ نا طبعا لها موعيد طبعا يعني عشان هي أحكام خضع لقضاء المستعجل أو بيتوفر في عنصر السرعة والاستعجال فمعد السنة بفتاحها 15 يوم 15 يوم مثلا في طرق معينة للطعن مثلا أول درجة أو تاني درجة ولا مرة واحدة؟ لا 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 هي محكمة جزئية محكمة جزئية هي أستاذة محكمة جزئية يقول استناف الابتدائية واستناف التحف الابتدائية ويجوز الطعن على أمام محكمة إضاء ويجوز يعني حالات معينة يجوز تمام ناوخن الأستاذة تريزا مساء خير يا فاني مساء النور اتفضل يا فاني مسؤال حضرتك بسا حضرتك إحنا عندنا بيت إيجور قديم فالشقة آخر دور كان واحد وابنه متجوز معي ده من سنة 89 يوم طبر كان واخد الشقة إيجور قديم متجوز هو وابنه فيها جي هو الراجل مات وابنه مات ومراته ومرات ابنه وخدت الشقة بس بعد ذيها اكتشفنا أنها عندها بيت برا وروحت قاعدت فيه وقفت الشقة قامت عشر سنين رحنا رفعنا عليها قدية طرد ما كسبنا هيش المحامل معانا خسرها لنا هل يغض الوقت ينفع مثلا فيه أي حاجة نطلحها من الشقة ولا صعب رفعت قاعدية ترك ايه؟ قاعدية ترك اوه واخدت رفض اوه ماخدتش طرد هي القاعدية سقتت بقت رسحت تدفع الإيجار كل شهر في المحكمة يعني هي بتدفع القيمة الإيجارية يا فندم؟ اوه بس هي إيجار قديم وانتو بتستلموا منها الإيجار لا منستلمش يعني هي بتدفع في المحكمة اوه طب انت القضية خدتوا ايه ترفضي تأول درجة او تاني درجة؟ اوه لا ما تقدرشش عملوا حاجة دلوقتي بك سمج شكرا أستاذ ذات ريزة شكرا أباً سيادة المستشار بالنسبة للأثار بتترتب على الحكم في القضاء المستعجل هل بيبقى لها تأثير على أثناء نظر الدعوة العادية؟ لا هو القضاء المستعجل أحكام وقتية وقتية؟ وقتية إذا تفصل في أصل الموضوع أو في النزاع الموضوعي الخاص به فيعتبر الحكم الصدر في القضاء المستعجل انتهى يعني ممكن الحكم الموضوعي يدي الحق لصحب القرار المستعجل أو يلغيه بمجرد صدور الحكم اللي في القضاء العادي آه القضاء العادي بمجرد صدور الحكم في النزاع الموضوعي بتاع هذا الموضوع بيلغي القضاء المستعجل بيلغي حكم المستعجل يعتبر كاللم يقوم على طول لأن النزاع الموضوع يتفصل فيه خيس؟ نأخذ الأستاذ عادل الأستاذ عادل المسأل خير المسأل خير اتفضل يا ثاند حضرتك والدي توفى بـ 67 و 7 أرض كن أسر أيضا ثاند كن أسر نحن فالولدة توسط علينا الأرض ايه؟ كن الولدة توسط علينا فجاد في 2003 نزلت للأرض عن أخوي وحيث بيها وقدم مستندات بالحياذة وحيث عام يصل عاد سوري وقدم مستندات غير طحيحة للجمعية وحيث بالأرض هو الحائز للأرض هو الحائز للأرض أيضا فطبعا أنا دلوقتي طلبت المراس مش رايدون المراس وقدم مستندات غير صحيحة في الجمعية يعني البيع ما تمش يا فنة؟ هي بعث له بعاد سوري وهي أرض مش ملكة مكتوب في استمارة ثلاثة بتاعت الزراعة في خانة الورثة ورثة المرحومة فلان فلان وبعدين جوا أخر استمارة كتبوا مشتروات هي مضياله على العاد البيع؟ آه مضياله وهي توفت أو العيشة؟ توفت بلد ايه؟ من 2015 بلد ست سنين دلوقتي؟ آه رفعت دعوة صورية العاد؟ ولا عملك حاجة أنا كتب أعملت شوقه في النيابة الإدارية النيابة الإدارية مال؟ بالتزوير الحياسي ما هم أقدم مستندات غير صالحة من غير علم الورثة بدون شرط تكسيم بدون إعلان الورثة بدون أي حاجة حضرتك العادة إذا كان العادة سوري آه ما رفعتش دعوة صورية العادة ليه وتزمت ده؟ أنا معرفتش غيري محيث الخلاف وروحت أطلب الورث وبكاعة وقعد يصوموني وبكاعة وروحت وقفت الحيازة في الإدارة وقفت الحيازة عدم صرف كماوة عدم صرف سماد عدم صرف أي حاجة ورفع دعوة بطلان العادة بتاعها ورفع دعوة بطلان العادة اه ودفع بالصورية زي ما بتقول آه طب والتزوير في الجمعية الزراعية ده موضوع تاني موضوع تاني ده حاجة وده تاني ده حاجة وده حاجة آه إثبات الملكية شيء والتزوير شيء تاني آه آه شكرا أستاذ عادة الأستاذ موسى مساء خير مساء خير تفضل الفن موسى جرجس كافر الشيخ يا فن أهلا بيك يا فن تفضل الفن هتكلم سيادة المستشار تحت أمرك السؤال بتاعنا شاري أرض 570 متر في مصير الأرض دي جبل وقال لك في خلال سنة الأرض ده هتصلح و هتتوزع خمسمائة سبعين متر بنبني على مية أربعة ربعين منه بقالي اتناشر سنة دلوقتي كل مسأل الأخ اللي باع بتاع اتحاد الملاك المهندس اللي ماسك الاتحاد الملاك والمحامي بتاعه قال لي ما تطلع أي جمعية نبقى نديلك أرض الأرض ملك دولة؟ لا ده هم شاري 6 فتدين ونص من الأهالي ووزحهم أربعة ربعين ساة أنا فت ساة وعملت صحي التوقيع وراء الجاهزة على صحي التوقيع بس كل مطالب بالأرض قال لي ما الأرض تبقى تطلع أي جمعية واخدة أو أي حد واخد تطلع الأرض أبادي لك الأرض يعني إيه تطلع الأرض؟ ما تطلع وسألت في مجلس المدينة بتاع المصر قال لي ما فيش أرض مستجلة بالكلام يعني ما فيش تخصيص أصلا ليه؟ ما فيش تخصيص ليه يا فن؟ ما فيش رخصة؟ لا ما فيش تخطيط ليه ولا حال ولا رخصة؟ ولا رخصة وما كانوا عاملين بخريطة ومعاهم الأوراق خريطة وهمية يعني أما ظاهر كده حضرتك والبقيين ما اتخذتوش أي إجراء؟ أنا ما أنا معرفش البقيين أنا عرف واحد بس البقيين هم كتير طب حضراك أنت خذت ضده أي إجراء قانوني يا فن؟ لا ما خذتش لغير دلوقتي أي إجراء قانوني حاولت تشوف الناس التانية كلها وجمعوا نفسيكو طب أنا مش عارفهم يا فن؟ ما هو لازم تسعوا أنت والراجل التاني اللي معاك ده يعني أنا راجل أرفع قضية مثلا؟ جمعوا نفسيكو بس الأول وأنت لو رحت الأرض وسألت أو الورق اللي هو بتاعه دوت هراسة تغصاله تمام؟ أنا بتعلمه في التلفون وبيكلمي في التلفون حتى ساب قفر الشيخ وراح لسكندرية فأنا مش عارف أعملي أشتكي فين وأخذ حق إزاي ما نشعر طب أنت عارف محل إقامته يا فن؟ لا أعرف تلفونه بس محل إقامته ونقل اسكندرية وكان ليه مكان هنا فاتح ماتكب هنا في قفر الشيخ وسابه وقفل وماشي راح اسكندرية حاول تشوف الناس اللي باقية معاك عشان تحط الدكو في الدين بعض وتقدر تحط الدكو على الأرض وتشوفوا عايزين تعملوا فيها إيه؟ شكرا لحضرتك المستاذة منال تفضل يا فن مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على سيادة المستشوار أهلا بيك بعد إذنك أنا كان ليه شكوى إن أنا في السكنين إحنا من قصيود والحي عندنا بيقول أني لازم مساحة الواجهة بتاعة البيت في القانون الجديد تكون المساحة نفسها حوالي 8.5 متر طب إحنا البيت واخدين له قرار إزالة وقرار الإزالة يعني واخدينه برخصة رخصة هدل لكن هنا مفيش أي تسناءات رادية تطلع قدمنا شكوى لوزير الإسكان وقدمنا شكوى لوزير التنمية المحلية ومجلس الوزراء إحنا دا ما عندناش دابتنا وما عندناش غيره مساحة 70 متر والواجهة 7.5 متر إحنا مش عارفين نروح فين الفئة دعوة قدام محكمة القضاء الإداري محكمة القضاء الإداري؟ آه بالامتناعي السلبي لجاء الإدارية عن إصدار قرار يتيح ليجي الاستفادة من ملكيتك يعني أنا أروح عند محامي أقول له ارفع لي دعوة أمام القضاء الإداري أمام القضاء الإداري بس قدمه طلب الأول بالحاجة اللي أنتوا عايزيني بالترخيص مثلا طلب فين؟ ما إحنا جدمنا طلب للمحافظة وترفض هو الطلب دوت فاتع ليه إديه؟ فاتع ليه يعني من أول ما جاله في بدء الترخيص اللي هو حوالي من أربعة سبعة بعدها بعشر أيام أو كده حوالي خمستاشر سبعة أو عشرين سبعة بالكتير اللي فات ده؟ أيوة كويس ما تعديش الستين يوم لما تكون رفعت دعوة؟ القضاء الإداري أروح القضاء الإداري طب هو حضرتك فيه استثناءات؟ حضرتك الزميل بقى المحامي هو اللي يشوف القصة إيه؟ أنت عندك استثناء أن المساحة بتاعتك أساسا هي دي اللي تملكيها بس أيوة بس شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك لأن فيه مبدأ قانوني بيقول حق الملكية يرتبط به ثلاث حاجات استغلال واستعمال وتصرف تمام فالنهاردة جاء الإدارية منعت عنك عنصر من عنصر الملكية الأساسية الاستعمال والاستغلال تمام أيوة اللجوء للقضاء الإداري بس تمام مساء الخير تفضل فاني أستاذ آن مساء خير أستاذ آن تفضل يا فاني مساء خير إزاي حبيك الثلاثين إزاي حبيك الثلاثين آآ آآ بحضريك عاوزة أكثر صغيرا إحنا كنا اشترينا بيت سنة ألفين آآ بس مشتريناها خالي قال عشان حق الشفقة نشتري باسمه هورا مع أن ماما عندها في البيت اللي جنب البيت نشترينا فيه ويبقى بيت جيدي هو بيت جيدي وأخو ورس ماما قال ليها شقة فيه بس قال لها لعشان حق الشفقة كتير باسمه إحنا كتبنا باسمه جينا فوجئنا أنا وقتك المتاثر فكنت في الزيارة دي في كويت جيت خي نقل البيت باسمه وابنه فأخذتنا صغيرين يعني هنا في فترة يجيش لما جئ الصوت بيقطع يا فنم مستاذي نحركه وقافي في حتة فيها شبكة كويسة بعد إزنى طب افتتوا كده ازاي اتفضلي آآ فجيه هو أنا سافرت فهو رح تاخد البيت باسمه لانه احنا كنا بعد ما هو اشتريه بعدها سنة او سنة او أنا نقلت الملكية باسمي أنا بابا يعني قال اكتبه باسم بنتي حرش ما كانت دينه باسم يعني بس تحت توقيع فلما جئت الفن وحسنة انا خطبت لات خطبي بيقول لي ديني مش ملكية باسمي عمليه شعر وعقاري فلما جئنا ساجلنا هو ساجله طبعا بمساعدة حد جزب سعمتني يعني وكده قال له لازم تكتبه وانت ترجع باسمه مش لتكتبه لولادة يعني كنت عامل فتح التوقيع وكان نساجله شعر وعقاري لولادة فهونا احنا غيران على قد وكتاب الاسمي ومبعد فترة كده قالوا لي نهد ونبنيك ايام اه نائر كلامنا كله انا انا خط اللي ان هو بيحك علينا في الاول ان هو بيرد يتحك علينا ثاني فانا رفعت فهو هاد مرمح من عرق واستاذ اين واستاذ اين بس علشان يعني نمسك خيوط الموضوع تفصيليا حضرتك الحيازة في ايد مين دلوقتي دلوقتي في شهر اقاري نتساجل باسمه متساجل باسم حضرتك اه وهو هاد وبنيك هادوا مع بيت جيزي من ان البيتين كانوا جنبه بعض عشان يعملوا مساحة كبيرة رحوا هادوا البيتين وبانوا اه امرة طب المشكلة اه المشكلة تخديدا انا رأسها عادية نوعية القاضية اي افهمنا اه بس انا معرفش في المصطلحات القانونية انا كل اللي عملته ان انا عملتها وكل محامي هو فتح بيت مشكلة ان هي القاضية من 2012 هل ملدة الكتاقاضي في الطاقة القاضية تقريبا دي؟ السود بيقطع يا فنم مستمعيني؟ اه 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 طب كده ايه باتوا السود ايه؟ بصة حضرتك لو في نزاعة الملكية فالقاضية بتاخد وقت شوية لانها بتروح الخبير واعتراض على الخبير وترجع تاني خبير هو قاضية اول درجة ومستعرف لو في نزاعة الملكية هو عن المحامي كده اه يعني هي مجرد مشكلة وقت يا فنم اه اه بس اخترافة طب انا عايزة تسألت سؤال ثاني المحامي بتاعهم اللي كان مستكنهم اللي بونا البيت في الاول قد المستاندات ان هم مضررينها في نيابة الادارية بيقولوا ان هو كان ميت فيه معي بديله شقة في البيت دوت لما يتبني وهم قالوا له لا خسرها العضية واحنا نديك شقة انما يا مترفاش عضية واحنا نخسرها ونديك كمان شقة طب ايه ايه التزوير ايه دخل نيابة الادارية في التزوير افن؟ تزوير عمل يبقى مش من اختصاص نيابة الادارية؟ لا هو بس ايه اللي حصل المحامي اللي رفع العضية وحكى لنا الموضوع ده الزرر المستاندات ان انا بقيت البيت لجدتي جدتي متوفية قبل ما تتوسط انا بقيت لها البيت فهو قدم اللي رفع المزرر ده كله ويعني دخل اللي رفع ده مع القضية التحقيقية ضميتي قضية التزوير للقضية الاصلية؟ بالضبط كده ومع ذلك في الفترة دي انا بس ايه باش يعني اتراض كل الفترة طويلة دي من 2012 تمام يا فانا شكرا يا فانا شكرا اتفادت بتاخد وقت يا فاندم المنازعات الملكية اه طبعا متروخ خبير ومرة ممكن التاريخة بليجي ميعجبنيش اعترض عليه والمحكمة تتجيب لي اعتراضي فترجحها تاني الى الان السلسية ويجي الاجساسية وبعدين مستلمدات متقابلة من الطرفين ويه اه وطعا كورونا بقالها بقالها سنة عام لها مشاكل في ننقاض الجلسات وفي يعني نطمنها انها مسألة وقت سيادة المستشار يعني كان قدامنا اسئلة كتيرة خاصة بالقضاء المستعجل ولكن للأسف وقتنا انتهى بنشكر حضرتك يعني على ردك على كافة اسئلة المشاهدين شكرا لسيادة المستشار وسامة مرتضى المحامي بالنقد والدستورية شكرا لسيادة المشاهدين اعزائي المشاهدين اذا كانت يعني اعتبارات التأني والتروي هي من ضروريات حسن التقاضي وكمال الاحكام القضائية ولكن في ضرورة ملحة وامور ضرورية ينضطر فيها للجوء للقضاء المستعجل وده كان موضوع حالاتنا النهاردة بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة لوعد لقاء جديد ومتجدد يوم الخميس القادم في تمام الساعة السابعة ونصف مساء على الهواء مباشرة شكرا لحضراتكم وتسبوع على خير موسيقى 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 موسيقى